موسيقى 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 بعدوا على المتشوات الرابطية التونس معناها بعدوا على المتشوات سوسة وصفاقس وقفصة وغيره فما التواشع وقرين كنت نجم تعوذ بيهم أما السؤال إذا كان تعوذ ذاي من إسماعين وما جايش اسمه ما نتصور زيدا لتوال ما نشبش تعمل بيان لذولي حتى عندها نقاط أخرين أثرتهم هذي أهم نقطة لأخرين ما فيه أنا بالنسبة لي أنا كان لتوال كانت نجم متابتش بيان هي قالت رفض مطلق لطاقم التحكيم الكل وبعد خاصت من ذكر المساعد أي من إسماعين يكون ملمو طاقم التحكيمي واللي زي التغيير أي من إسماعين كما قلت لك مختار مختار لازم أنا يقول لك المباراة الذية كما قلت لك حتى حد لي شك في قيمة نظل طيف أنا أنا الرأم من الجامعة وكل شيء كيف كيف حتى زباير باية ومن شرميتي وعبد النور لازم يتحركوا زيدا كيف كيف الجمهور من حق يقول لك أنا الربيط الرفضين أحنا عليش قلت لك أنا مذهبي نروينا حكم أجنبي نعرف الظروف اليوم الربيط راجيت ما همش خلسين وماتش كبير كما ذي ما تش فيه بريسيون كبيرة وكل شيء يخوين بعد الضغوطات حتى اليوم لنجم يتسبب في كارثة ينجم يغلط الربيط الرفض لقى وفامة طوى وفامة برشع بيت تحكي على النظال مكشخ وانا أعطيك تراجل من سفيقس تراجل من سفيقس ومعرفتي بالنظال طيب يحب السياس ياساسي جمعيته السياسي جمعيته السياسي مش مورو خانتعديو بشرعة أحمد تعليق من عندك بشرعة خانتعديو رغلي ولدت أقريب لوبانا لوبانا ماست خلين نقوله من جمعيت كل قبل تعيين كل قبل ماتش كبير الجمعية الفلانية يحتاج على التحكيم شوفنا كيف كيف السياسيس لكل يو بالتراجي حق النجم الساحلي يعني يحتاج على أي حكم وعادي معنات هذا عادي وهذه حاجة معنات أصبحت من تقاليد الأندية التونسية ما هو النجم الساحلي استثناء رينا كلها تحتاج على التحكيم أما أنا أشفق على الحكام ديما هما المتحملين المسئولية تغلط الهيئات في انتدابات يغلط مدرب يغلط ملاعبي دائما الحكم هو الشمع دائما الحكم هو الشمع أنا تو نتسأل معنى أنا حق زد التراجي زده بش تغلط بيانها مو طوى بشوال يكيليب يقول في التوار والله نستاننا ما من استغلط بيانها على خاتر نظال الطيف راو مش من المحكم المراحبين بيان في فعيلة التراجي حاجة بركة سمحني مو قابلة ذي الناجم كما قلنا من حقه رافض الحاكمة ذي اشبه التراجي متغلط بيان على الاربيتر ذي لا بش تغلط اشخدت اشتهابات اللي موجودين مهمش مراحبين بيان في عيلة التراجي من نظال الايمن مانت هزوس مراقق ذي ما؟ هيا توا ردا على النجم مش تعمل اكلم ولي الشك وين وعين الجماهير للنجم وامش مطاربة وراء التراجي معتها سيك لا تشك في أي شيء، هذا الرغط من الجماعية الكل اللي يعملون فيه سمح لي علي زربيت القادمين القادموا في أديا جاية تطوروا فيهم لا تشوف الحاورة بتعليق لنا في أنت كيفياش واكتشون برجعة أشياء زيادة انتهاك ناحية والجيبت الواحد بلاست وباش يكون باشي قدم أديا جاية لكل نفس المستوي الحكيم لا أود يجيب يا أخوي باشي لمعد الشكي ما قلت لك حاكم أجنبي واسمال أخي خانت عددوا المقابلة اللي بعد النادي الفريقي واتحاد المنستيري مقابلة قمة أخرى ثابت بين الثاني في الترتيب ومن الثاني الزوز في الترتيب 14 من نقطة عندهم لكل يبو الاتحاد المنستيري زوز نقاط فرق على الأولم بالبيج وكي مقابلة الكاسيكو أهم لكن هذي نجم اللي أعتبرها قمة قمة الجولة للأسبوع هذا صحيح تعتبر قمة الجولة نظراً يعني المردودون تعزوز فرق من أول الموسم لحقيقة بيتوني كيف مع نادي الفريقي قام بعمل الكبير منذ بداية التحذيرات ورينا بصراحة اللي نقلة نوعية بالنسبة للنادي الفريقي مع الإطار الفني جديد لحد الآن ولواني نستنى في في فوليوم دو جو حجم لعب خير نستنى في يعني في فرجة أكثر بالنسبة للجمهور يعني نستنى في كاليتي دو جو خير من هك برشة لكن مبدئياً يعتبر بيتوني لحقيقة ناجح وعرف كيف يوظف اللاعبين اللاعبين متاعه دونك بالنسبة لللي طرفاني بتاع نادي الفريقي لحد الآن نعتبره ناجح كيف كيف بالنسبة لتحد المونة السيري لحقيقة في السنوات الأخيرة يقدم في كورة مزيانة كوسوسوها مع لاسعد جردة عمناول وستنى كيف كيف مع محمد الساحلي لحقيقة مباريات محترمة وانستيل بيجيء لحقيقة محترم دونك نادي الفريقي بالنسبة للاتحاد المونة السيري كيف كيف يعتمد بكثر لحقيقة اعتمد زادة على الفرديات كيف كيف بالنسبة نادي الفريقي خاصة يعني في الثلاثين متر الاخرانية الحقيقة اتطور الأداء متاعه برشا وحتى من الريتم دي جو اللي ممكن نخدم عليه بيتوني دونك يوس الأكثر للثلاثين متر الاخرانية ونشوف حتى الحجم الفرص اللي جيته يعني محتربة جدا بارابور للسنة الماضية كيف كيف بالنسبة لاتحاد المونة السيري لحقيقة محمد السيري وظف الأفكار المتاعه بحكم الخبرة متاعه دونك لحد اللي ينزز في رقل حقيقة يعتبرون ناجحين ومثال في البطولة الوطنية احمد حبيتناك نسئل شوية عالتشكيله متاع نادي الفريقي الامور حسب المجربة متاع نادي الفريقي فانه يفضل حطر الملاعبية حتى الاخر النهار متاع المقابلة كونسرنير بالماتش ومراكزين على الماتش وما يعيش حتى حد شكون اللي بش يكون أساسي واذا نضيفونه متصريح متاعه الأسبوع الماضي كي قال انا كل ماتش عنده تشكيلتي معناه ما يعيش حبي يصلك في النقطة هذي حاجة بيه إلا حاجة حاجة مش خيب مش بيه اسلام هو كل مدرب وعنده طريقة وطريقة معينة لتحفيز اللاعبين فما يكون يعطي تشكيله من هو الجمعة يلاعب الفريق الأساسي ضد الفريق اللي لاحتي يعطي في اللونترين موس الجمعة وفما يكون يحتفظ يعني بالإعلان على التشكيل الأساسي في آخر لحظة ساعات في الفيز تياريات يقولون لهم راوي تشكيله بوه كل واحد وطريقة وكل واحد كيفيش كل مدربة نجمش تلومه ولا تقول هذي طريقة بيه ولا طريقة خايبة نتائجين نتخلي تحكم على القرار هذا بيه ولا ليه أنا في تقديري نادي الإفريق الستاج آخر بعد مباراة جرجيس وبيجا اليوم نادي الإفريق مش يلعب للتلتحاد من السيري فريق منظم فريق يلعب كورة مزينة اختبار جدي البيتوني اختبار هو كل ماتش اختبار لانه الفرق المستوى متعم قرب شوية البعض ومعاشك الفرق الكبير بين الفرق ما يسمى بالفرق الكبر والفرق متع وسط الترتيم أنا تقريبا المباراة كلها ولات صعبة في البطولة الوطنية اما نحن ننتظر كيفيش بش يكون اداء النادي الإفريقي الإفريقي اليوم عنده حتى اذر انت ترعى في رادس أرضية ميدان مقبولة قدام جمهورك قدام فريق مش مش يحذبلك فريق من السيري يلعب كورة يطلع يضغط يلعب كورة كورة مزيانة مش نشوفو معناتا اختيارات مدرب النادي الإفريقي وباش نبدأو نعملو في استنتاجات اولية بخصوص يعني مستوى نادي الإفريقي السنية ومدام استعدادو استعدادو للبشي نافس ومدام التطور متاعو من ماتش الاخر ان شاء الله معناتا نشوفو ماتش في مستوى زوز فرق وانا نتصوره بشي كون المستوى متاعو بعيد نعم بورات الكلاسيكو بين الترجي والنجم مش نشوفو فيه برشة فرجة فيه برشة كورة وفيه برشة متعة مروينش كنت تتوقع يكون في تعويض ايت ميلك اللي بشي كون اول مرة غايب على تشكية الكلو بير الموس بو لحقيقة ايت ميلك نعم بو لحقيقة ايت ميلك نعم بو لحقيقة الجزائية في قليل ونجمه غايث صغير في البوستر ريكا نجم نشوفه مثلا تغريفة رسم التكريك كيفش توقع بيتوني بشي عم ممكن زيدة كي زومبيه زيدة فهم كي زومبيه رعب على المين بل ايت ميلك المرش ماتشو لتخلنينا في مركزة 15 بو كيرينة بيتوني معتا ضد الولمبي البيجي كان عمل برشة عملنا ثلاثة والأربعة تغييرات في التشكيلة الاساسية ممكن اليوم بشي روجها اخر ممكن انا حسبت ممكن العامل الميدان اللي خلا يغير ايت ميلك بصراحة بشي خلي بلاسة كبيرة بار كونتر نقول لك اليوم فهمة ملاعبية قاعدة تمر فترة باية اكيد بشي خلي بلاسة ممكن خاطرها حاطر جير راها اسلام حمزة الخضراوي طاو قاعد متعدي ممكن الماتشة بشي عاودي يزرع فيه الروح خاطر الناس كل تستنى في الخضراوي من جماهين النادي الافريقي مباراة حماسية كلاسيكو ثاني نحكيو على كلاسيكو النجم التلاجريادي والنجم السياحلي زادة كيف كيف كلاسيكو مبين نادي الافريقي والاتحاد النادي منستير اتحاد منستيري في ستة مباريات ثلاثة منقابلات لعبهم خارج ميدان ويجيب زوست عادولات وربح ذات شبيب العمران فريقي عارف يسافر للبرة النادي الافريقي كيف كيف قاعد يمد الفترة بها طاو مع المدرب جديد ان شاء الله الراو كورة مزيانة مزوز في رق اللي تليق بالكورة التونسية انا اقول ماتش مهم لنادي الافريقي بعد العطرة معتش زوست عادولات انا الراع عطرة اصحيح ماتش معتش الولمبي البيجي غيرت المقابلة كنا الراو مقابلة خير ممكن زادة كان ينجم يكونوا ينتصر فيها النادي الافريقي بالنسبة لاي ماتش متاع نعرف المقابلات بيجي ونادي رادي سويقسي اليوم زادة اللي بشيكون انا الراع اللي بشير بح متعرشة سفور شنور يزلتها ما بين سفيقسي وبيجي ممكن قروحه متواجد الاولى وان شاء الله كما قلت لك سليم الراو كورة بيهية وتحكيم بيهية وجميع هير معتها بيهية وكاوف الميدان مختار فحاوسين بولاريس بشيكون حكم المقابلة او اغزولي طب اعتماد اللجنة هذه اريد اعتماد برش على الحكام من وسط الجمهورية وما ديما في اللجنة تقول لك يكونوا اكثر نوتر فنجم نحطهم في اي مقابلة يتعدوني حسين الحقيقة انا بالنسبة لي انا فرصة جديدة الحسين حسين رينا في ظهوره السنة كان متميز اليوم لازمو يكون فيرمي السنة القراعتي للدزينيازيون هذيها رينا برشا اسامي صغار تطلقى يظل يباسم بالعيد فما برشا اسامي عبداللهي عشف حركاتي عشف حركاتي عبداللهي احمد الذوادي جيسر بالعيد الحقيقة المساج الي ممكن نفهمه في الواحد هذيها فرصة للاولاد ذوما الكل اول ما تجيسر بالعيد بس معتش اسمه قبل جيسر عمل ما تجيسر قبل انا بالنسبة لي انا الحكامة ذوما حسب المساج الي فهمتوا مدزينيازيون راولي بش يغلط بشي تك اشتك راول اخ الموسم معتش يجري بش يعمل تدخلاتش يعود يخل اه الولاد هذو من البريل لجنة حابت تاخذش ينشحو سيزوس ثلاثة منهم يزيدوا تعموا بهم الولاد الفوق فهمتني بش يكونوا يكون حل من الحلول لكن اتاكد اللي يكونوا اي عبد راوبش يغلط في الجولة هذيها راوبش يكون ضغط كبير على اللجنة اه النادي الفريقي خرجه معناه الماتش هذا بعد بيان من الماتش اللي صار قبل اه المساجر مش ترضى راوبت تطلم في ردز مقابلة صعيبة ما تقلش على مقابلة النجم والتراجي معنا مهمة بول عرس مش تكون زيادة اسل مهمة نظل طيف ماتش كبير الافريقي تحب تاخو حقها مستير تحب تاخو حقها حسيم زيادة ما يتأثر زيادة راوب الخاطر هنا راوب نبدو نحكي وهنات فما جماعية مقابلة اسمها الاتحاد الرياضي المنستيري حسيم ملزموش يدخل يكونوا نادي الفريقي الظلمت معنا ملزمش هنا راوب بعدها في حسابات تخلش في حسابات ما يهموش يستحقق الرجل ويستحفظ على وراقه ويستحفظ على الحمر ويستحفظ على صفر ويقدم بالبسيكولوجية جوارات أعرف اللي في الجمهور نستنعو بيان على حتحكيم ولا ملاحظة مجمعيات صعيب اما انا ديما نقول له اخويا من رغم انو نادي الفريقي الظلمت انا نقول له حسين مدخلش بحسابات مسبقة احكم من اللي تراه ضرر ذي ذاميرك واللي يربح صحاليه باي هاك اسلام شنو اللي باي معنا النصيحة لعتيتها الحسين من رغم انو نادي الفريقي طرف اه اه ثابت نسألك على مقابلة مستقبل جابس في نجم المتلوي الماتش هرية في ريقك السابق كيف اشتوف اول مقابلة شهاب الليلي ضد نجم المتلوي نصور في الاسبوع هذي الحقيقي كي ما حكيتك البارح اسلام نصور انو الشهاب الليلي خدم على بعض النقاط التكتيكية اللي ريتو حتى في الماتش المقابلة الملعب التونسي اللي كان دونها واللي كانت تحدث حتى على وسائل علامي نفهم بعض النقاط اللي زمها تتصلح نتصور انو الاسبوع هذي كل خدم على النقاط هذي خاصة في طريقة الخروج بالكورة خطر كانت اشكال افهم مشكلة كبيرة برشة كان عنا اللي هو الخروج بالكورة والفينيسيون نتصور انو الاسبوع هذي خدم عليهم وماتش اللي حقيقة ماهوش مالسيل مشكون ماتش السعيب نظراً المردود اللي قدمته المتلوي الحقيقة مع عماد بن يونس خاصة تنف ثلاثة مقابلات الاخرانية دونك متلوي الحقيقة فريق اللي عنده روح حتى اللي زاندي فيديواليتي دونك عنده امكانيات فردية كبيرة برشة بالنسبة اللي اللعبين متاعه وكيف كيف عماد بن يونس الحقيقة عرف كيفاش يوظف اللعبين متاعه في ثلاثة مقابلات الاخرانية وحتى المقابلات الودية دونك نتصور انو فريق المتلوي بيش يكون بيش يكون جايز وحاضر للمقابلة هذي بشي يعني يثبت النتائج الايجابية اللي كان احققها في المقابلات الاخرانية مستقبل جايبس كيف كيف نصور انو الجمهور بشي يكون حاضر بقوة في المقابلة هذي بشي يعطي دعم معنوي كبير برشة للعبين بتاعه لون كما حكيت لكن نصور انو مقابلة ما هيش بش تكون سهل على الزوز برشة 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 تستحق حكم دول المقابلة مقتد ابو سعر نعيم حسني هو بشي يقول المقابل ترتيب الجماعيات ترتيب الجماعيات ترتيب الجماعيات افناش مستقبل جايبس بخمسة نقاط و المتلوي في المركبة التاسعة فوق بستة نقاط نقطة بنيتو ني النقطة ذاك عليش معنى الجماعيات معنى من الوسط من الجنوب انا حسب رأيي الحكم بيكون من تونس حاجة عادية نجمنا نلقاوا التوليفة بين حكم و نعيم لو اسمعني مش بالضرورة لو لازم يكون انترنسيونال لازم يزفر و نعيم اللي فهمتو انا قاعدين يعطيو فيه باكثر ماتشويت ماشي ترنوات ماشي ترنوات